بسم الله الرحمن الرحيم على كثرة ما تحدث المتحدثون عن أهمية الزمن في حياة الإنسان فإنهم لن يبلغوا ما بلغه القرآن في الإشادة بأهمية الزمن وذلك في قول الله تعالى هو العصر إن الإنسان لا في خسر والعصر هو عموم الزمن سواء كان عصر أفراد أو جماعات أو شعوب أو حضرات ميزة هذا العصر الذي هو الزمن أنه أصل كل النعم فما من نعمة يؤتاها الإنسان إلا وإنه يستفيد منها خلال الزمن المتاح له فإذا انتهى زمنه وتوفي لم يعد بعد ذلك مستفيدا بأي شيء منها فحينما يموت الإنسان لا يبقى لا غنيا ولا سليما ولا متمتعا بحضوة اجتماعية لأن الموت ينهي كل ذلك إن الزمن هو الوعاء الذي يتم فيه كل منفعة وكل خير وليس للإنسان أمام الزمن من حيله لأنه ماض إلى سبيله وهو عامل في الإنسان وكما قال عمر بن عبد العزيز إن الزمن يعمل فيك فاعمل فيه ليس للإنسان أمام مسيرة الزمن إلا أن يعاجله بما يضع فيه وما يحمله من المنجزات الجميلة فإذا ذهب الزمن بقيت تلك المنجزات وبقيت تلك الآثار هذا هو السلوك القويم مع الزمن لأن الأسف عليه لا يكفي وإنما يجب معالجته بالأعمال الصالحة كان الإمام الرازي يريد أن يقرب هذا المعنى فقال فهمت قول الله تعالى والعصر للإنسان لفي خسر وقيمة الزمن حينما مررت بسوق من الأسواق فرأيت فيه رجلا في يوم قائض في يوم حار يبيع الثلج والناس يمرون به يسألونه ولا يشترون فلما رأى تطاول ذلك قال للناس أيها الناس اشتروا ممن تجارته في نقصان ذلك بأنه إذا تطاول الزمن عليه فإن ثلجه يصير ماء ولذلك يكون من تصريفه الحسن أن يبيعه في الوقت المناسب أما ذهاب الوقت فإن فيه ذهاب أصل ثروة الإنسان لذلك كان الإسلام معتنيا بقضية الزمن ودافعا إلى الاستفادة منه إلى أقصى الحدود والإسلام دعا إلى الاستثمار الوقت واستغلاله لأن استثمار الوقت أو عدم استثماره هو في الحقيقة تفويت أو انتفاع من فرصة الحياة فلو فرضنا أن إنسانا عاش ستين سنة وكان من عادته أن ينام نصف الوقت فمعنى ذلك أنه لم يعيش إلا ثلاثين سنة هذا مع إضافة لحظات الغفلة ولحظات السهو والذهول والزمن الذي يسبق مرحلة الولوغ إن الإنسان يمكنه أن يضبط هذا حينما يضبط برنامجا للاستفادة من الزمن إن الذي يتعمق تاريخ المسلمين ويقرأ الإنجازات الكبيرة التي تحققت فيه وما حققه العلماء على الخصوص يتبين أنهم كانوا حريصين على الوقت إلى أعلى درجات الحرص حينما يتحدث الناس عن علماء كتب الواحد منهم 358 ألف ورقة في عمره الذي استمر نحو من ستين وثمانين سنة مع إزالة مرحلة ما قبل الولوغ يكتشف أن هذا الجهد كان جهدا كبيرا تأتى ولكن بفضل استثمار الوقت واستغلاله وقد كتب ابن الجوزي نحو من 340 مؤلفا وكتب ونسخ نحو من ألفين مجلدة وكان يجمع براية الأقلام أي ذلك الخشب الذي يتبقى من بري القلم ونشره فجمع منها عددا كبيرا وأوصى بأن يسخن ماء تغسيله بتلك البراية فحينما سخن بذلك وغسل حينما سخن الماء بتلك البراية وغسل كانت بعد ذلك وبقيت بعد ذلك بقية لم تستعمل إن هذا كله يفيد أن الأمم التي تحضرت والتي ارتقت في جميع الشعوب إنما وصلت إلى شيء من ذلك باستغلالها واستعمالها للزمن ولكن حينما يستهين الناس بالزمن فإنهم يستهينون بأصل كل الخيرات وبأصل كل الملافع وإذا كانت الشعوب الآن والأمم تتحدث عن الثروة اللامادية وتحاول ضبطها وإحصائها فإن الزمن يكون على رأس كل الثروات وإذا كانت هناك قوانين تحمي الطبيعة وتحمي البيئة وتحمي كل الخيرات خيالات الوطن فإن الزمن يجب كذلك أن يحمى بقوانين ضابطة لحمايته حتى لا تكثر هذه الأماكن التي يذبح فيها الوقت ذبحا من غير رقيب لابد أن تكون هناك أوقات تحدد زمن اشتغالها لأن افتتاحها هو في الحقيقة تمكين لقتل الوقت ومساعدة على ذلك إن هذا الأمر حينما يقارن بخلو المكتبات والمتاحف وأماكن ثقافة من الأشخاص يعرف أن هناك خلن يجب تقويمه وأن هناك زمن يجب المحافظة عليه ولا يمكن أن ندخل عالم المعرفة ولا يمكن أن نتجاوز وأن نكون من الشعوب الصائدة والشعوب الراقية إلا حينما نعطي الوقت قيمته ومكانته ونوظفه توظيفا حسنا وتكون هناك بالتأكيد ثقافة تدعو إلى هذا وقوانين تحرص على هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موسيقى